اكد سعادة المهندس باسم بن عقب الحمر وزير الاسكان أن مملكة البحرين تولي ملف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 أولوية كبيرة في برامجها الحكومية مشيرا إلى أن البحرين قامت بإدراج ما نسبته 78% من تلك الأهداف في برنامج عمل الحكومة الممتد من عام 2015 وحتى نهاية العام الجاري وتم ربطها بالإجراءات التنفيذية للبرامج في مختلف المجالات المعنية وأضف الوزير أن حكومة مملكة البحرين تقوم برصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بانتظام للتأكد من تحققها كما تنتهج آلية منتظمة لتقديم التحديات واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحلحالتها بهدف مواكبة دول العالم في تحقيق تلك الأهداف وفق ما تم الاتفاق عليه لدى إقرارها وقال المهندس الحمر إن الإنجاز المبكر للمملكة على صعيد تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية كان نتاج الرؤية التي اعتمدتها الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء المقر الذي تلقى اعترافا بهذه الإنجازات التي حققها بمنح سموه جائزة الشرف للإنجاز المتميز من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الموءل عام 2007 لدوره الرائد في التنمية الحضرية والإسكان وجائزة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية من الأمم المتحدة عام 2010 جاء ذلك لدى ترأس وزير الإسكان وفد البحرين المشارك في أعمال المنتدى الحضري العالمية التاسع المنعقد في العاصمة الماليزية كولا لنبور حيث أكد أن البحرين أولت على مدى العقود الخمسة الماضية أهمية كبيرة لمسالة التنمية الحضرية المستدامة في جميع البرامج والخطط الحكومية تكريسا لرؤية قيادة وحكومة البحرين لشان أهمية توفير الظروف التي تحقق الكرامة الإنسانية وسبل العيش الكريم والاحترام لكافة المواطنين البحرينيين وتابعنا البحرين تولي أهمية كبيرة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واتخذت خطوات متقدمة لإعتماد أهداف التنمية المستدامة 2030 سنادا إلى خبرتها في تحقيق الأهداف الإنمائية الألالفية قبل موعدها المقرر في عام 2015 تأتي مشاركة مملكة البحرين في المنتدى الحضر العالمي في إطار مسؤوليتها الدولية في مشاركة الدول العالم لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة التي تم اعتمادها العام الماضي في كيتو بليكوادور البحرين لديها تجربة فريدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الحكومة الموقرة أيضا حرصت على ربط أكثر من 78% من تلك الأهداف في برنامج عمال الحكومة أيضا هذا يعكس اهتمام الحكومة الموقرة وجديدها في تنفيذ هذه الأهداف ما في شك أن حكومة مملكة البحرين حققت العديد من الأهداف التنمية المستدامة حققنا الكثير في مجال الصحة والتعليم والإسكان والبيئة وأيضا في الملف الاجتماعي بشكل عام ترجمة نانسي قنقر